السلام عليكم عزيزي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي نلتقل اليوم بإذن الله تعالى مع حل اختبار منتصف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1445 هجرية مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي والسؤال الأول نكمل الفراغات الآتية نقط هي كمية الكتلة في وحدة حجم واحدة هذا هو تعريف الكتلة اثنان كل عملية دفع او سحب هذا هو تعريف القوة فالقوة هي كل عملية دفع او سحب ثلاثة يطفو الجسم عندما تكون كثافته نقط من كثافة السائل عندما تكون كثافته اقل من كثافة السائل فانه يطفو اربعة تغير حالة المادة من حالة الى حالة اغرى هذا يسمى تغير فيزيائي هذا تغير فيزيائي يا ابنائي خمسة نقط هو مادة تنتج عن تعرض الحديد الى الاكسجين هذا هو الصدق الصدق ينتج عن تعرض الحديد معدن الحديد عند تعرضه للاكسجين او للهواء فانه يحدث له الصدق با نكمل الجدول التالي حسب المطلوب الصفة وحدة القياس وادات القياس الطول بالنسبة للطول وحدة القياس هي ابناء المتر وادات القياس اداة قياس الطول هي شريط متري او مصطرة اذا كانت المسافة قليلة فنستخدم المصطرة اما اذا كانت المسافة كبيرة فنستخدم الشريط المتري اما بالنسبة للكتلة فوحدة قياس الكتلة هو الكيلوجرام وأداة قياس هذه الكتلة الميزان ذو الكفتين الميزان ذو كفتين أو الميزان الحساس نضع كلمة صحة أو خطأ أمام العبارات الآتية واحد القوة أو القوة تسبب حركة الأجسام الساكنة هذه عبارة صحيحة إثمان السوائل الأقل كثافة من الماء تطفو على سطحه هذه عبارة صحيحة الأقل كثافة هو الذي يطفو ثلاثة التجمد هو تحول السائل إلى غاز هذه عبارة خاطئة التجمد هو تحول السائل إلى صلب وليس إلى غاز فالماء عندما يتجمد يتحول من حالة السيولة إلى حالة الصلابة أربعة القصور الذاتي يعني أن الجسم المتحرك يستمر في حركته هذه عبارة صحيحة خمسة الطبخ ممكن أن يغير من تركيب المواد تغيرا كيميائيا هذه عبارة صحيحة أيضا ستة مساحة المستطيل تساوي طول ضرب العرض هذه عبارة صحيحة ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثاني نختار الإجابة الصحيحة فيما يلي واحد تغير سرعة الكرة عند ركلها هذا يسمى تسارع أم قصور ذاتي أم جاذبية هذا يسمى التسارع اثنان قوة تعيق حركة الأجسام ما هذه القوة؟ هل هي الاحتقاك؟ أم التغير الفيزيائي أم السرعة؟ الذي يحيق حركة الأجسام هو الاحتقاك ثلاثة عدد الوحدات التي تغطي سطح جسم ماء تسمى المتر أم المساحة أم الجاذبية الوحدات التي تغطي سطح جسم ماء هذه تسمى المساحة أربعة هو قياس قوة جذب الأرض للجسم هل هذه هي الكثافة؟ أم الوزن أم الحجم؟ هذا هو الوزن قوة جذب الأرض للجسم على حسب الوزن خمسة من دلائل حدوث التغير الكيميائي الحرارة والضوء أم التبريد أم تغير الشكل التغير الكيميائي من دلائله الحرارة والضوء نحدد فيما يلي التغيرات الكيميائية والتغيرات الفيزيائية مع ذكر مثال تغير ينتج عنه مادة جديدة لها خواص تختلف عن المادة الأصلية هذا يسمى تغير كيميائي ومثال على التغير الكيميائي احتراق الحطب فهي تغير تتغير المادة عندما يحدث لها الاحتراق فينتج مادة جديدة وهي مادة الفحم فالمثال على التغير الكيميائي احتراق الحطب اثنان تغير لا ينتج عنه مادة جديدة بل تبقى المادة الأصلية كما هي هذا النوع من التغير يا أبنائي هو التغير الفيزيائي فتبقى المادة على حالتها الأصلية مثال ذلك قطع الورقة فعند قطع الورقة تبقى على حالتها الأصلية جيم مثالا للمطلوب تغير فيزيائي نريد مثال للتغير الفيزيائي تجمد الماء يعتبر تغير فيزيائي اثنان حالة من حالات المادة حالة من حالات المادة الغليان الغليان من حالات المادة ثلاثة طريقة فصل مخلوط وهذا عن طريق يمكن استخدام المغناطيس لفصل المخلوط أربعة خاصية من خواص المادة يمكن ملاحظتها هناك خاصية الحجم وأيضا خاصية الشكل هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذا الاختبار ألقاكم بإذن الله تعالى في اختبار آخر لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة